السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة السوبروهان التعليمية اليوم لدينا درس طالب العلم على صفحة 12 من كتاب التربية الإسلامية لسنة الرابعة ابتدائي الدرس الأول كان صورة العلق الدرس الثاني طالب العلم أحمد تلميذ مشتهد يحب مدرسته لأنه يدرك فضل العلم في يوم من الأيام وبينما كان متوجها إلى المدرسة رأى أطفال يلعبون في الحي ولا يدخلون المدرسة توجه إليهم بهدوء ناصحا فقال لهم لماذا تتغيبون عن المدرسة إن للعلم فوائد كثيرة في حياة الإنسان استمعوا إلى هذا الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فريضة معناه واجب طلب العلم واجب على كل مسلم إذن يجب أن نحفظ هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ثم أتعرف على معاني الكلمات طلب العلم معناه الاجتهاد في اكتساب المعارف والمعلوبات من خلال الذهاب إلى المدرسة أو مطالعة الكتب أو مشاهدة الأشرط الوثائقية التعليمية إلى آخره فريضة معناه واجب طلب العلم واجب على كل المسلمين ذكورا أو إناث كنقولوا طلب العلم فريضة على كل مسلم قصدين في مسلم ومسلمة إذن طلب العلم فريضة على كل مسلم نقصد بها كل المسلمين من فهم؟ إذن رحوا لصفحة الموالية ألون الإجابة الصحيحة باللون الذي يعجبني ما شرتش علين اللون عند اكتساب العلم ترتفع مكانة المتعلم عند الله نعم ترتفع مكانة المتعلم عند الله لأن طلب العلم واجب على المسلمين أيضا ترتفع مكانة المتعلم عند الناس لأن الناس يحترمون المتعلمين ويحترمون العلماء إذن عند اكتساب العلم ترتفع مكانة المتعلم عند الله وعند الناس يريد الإنسان من تعلمه مرضات الله أم الشهرة أم الغنى مرضات الله معناه اكتساب الحسنات والشهرة حتى يعرفني الناس أو الغنى حتى يصبح عندي كثير من المال إذن يريد الإنسان من تعلمه مرضات الله جيد لن يريد الإنسان من تعلمه مرضات الله الآن قال ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيح حثن الإسلام على طلب العلم نعم حثن الإسلام على طلب العلم تقاس قيمة الإنسان بما لديه من أموال لا تقام قيمة الإنسان بما لديه من علم الجاهل يسهل خداعه نعم الجاهل يسهل خداعه لأنه لا يعلم إذن هذا صحيح بالعلم نميز بين الخير والشر نعم صحيح بالعلم نخدم الوطن نعم إذن ماذا تعلمت طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة لأن طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة لكن في الحديث في الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم يقصد المسلم والمسلمة ثم العلم وسيلة للتمييز بين الخير والشر والحق والباطل بالعلم يتمكن الإنسان من خدمة وطنه وتطويره طالب العلم المجتهد الذي يحترم معلمه يحبه الله وكل الناس إذن هذا نحظه ثم في الصفحة الموالية قال أتحقق من تعلمتي أجب عن السؤال الموالي بتلوين العبارة المناسبة هل طلب العلم فرض على الذكور أم الإناث أم الذكور والإناث معا إذن طلب العلم فرض على الذكور والإناث معا ثم قال اختر الجمل الصحيحة بوضع علامة صحيح احترام المعلم وعدم مقاطعته أثناء كلامه نعم هذه جملة صحيح لماذا لأننا يجب أن نحترم المعلم ولا نتحدث حتى يكمل كلامه عدم سؤال معلمك إذا لم تفهم لا هذه عبارة خاطئة لأنه يجب أن تسأل معلمك إذا لم تفهم الحرص على الفهم الجيد صحيح يجب أن نحرص على الفهم الجيد لأننا طالبون للعلم الاجتهاد في طلب العلم النافع نعم هناك علم ضار لكن يجب أن نجتهد في طلب العلم النافع ثم قال ضع خطا تحت كل أدب يجب أن يتأدب به طالب العلم أحمد تلميذ مؤدب إذن يجب أن يكون التلميذ مؤدب حسن الأخلاق أيضا حسن الأخلاق يهتم بطلب العلم لأنه مراث الأنبياء مراث الأنبياء لأن الأنبياء ورثوا العلم الأنبياء ورثوا العلم ويحترم معلميه إذن أيضا الإخترام يجلس في مكانه داخل القسم معتدلا إذن أيضا الاعتدال في الجلوس ويستمع إلى الدرس منتبها وينتبه إلى الدرس ولا يتكلم إلا إذا أذن له معلمه إذن يتكلم فقط عند الاستئذان ولا يقاطع لا يقاطع زملاءه أثناء الإجابة ثم أخيرا قال تأمل الصورة المقابلة ثم أجب عما يلي ماذا يفعل كل من أحمد وخديجة أحمد وخديجة يطالعان الكتب في المكتبة أذكر أهمية زيارة المكتبات أهمية زيارة المكتبات وهي مطالعة الكتب والتعلم أيضا تنمية الفكر وتنشيط الذاكرة اكتساب رسيد لغوي من مفردات وعبارات أيضا استغلال أوقات الفراغ أحسن استغلال استغلال أوقات الفراغ أحسن استغلال إلى هناك وخص معنا الفيديو لنا اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر